السرطان 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 بشوف ان دي سنة ممكن يبقى فيها رغم ان فيها ضغوط مهنية في اول السنة من لغاية 16-5 ضغوط مهنية يعني ممكن يبقى فيه استفزاز في الشغل او شغل كتير اكتر من منطقتهم لكن في نفس الوقت من اول 7-3 حيكون فيه زحال بيديهم نطج في التعامل يعني اشوف ان هي السنة فيها هدوء نفسي وراحة نفسية اكتر لموليد السرطان وجود زحال في وضع دي من اول 7-3 يساعدهم جدا ان هم يتصرفوا بحكمة قدام اي ضغوط وكمان من اول 17-5 تزيد عندهم بقى الفرص في الشغل ان شاء الله الحاجة كمان اللي عندهم حظ فيها قوي السفر من اول 7-3 السفر غالي دلوقتي غالي قوي بس ممكن يبقى فيه فرص تزاكر الطيران نار والفنادق برا نار واضرب بقى الدولار ولا اليورو ولا الدرهم ولا الريال ولا الديناء اضرب بقى السفر دلوقتي صعب نقعت هنا طيب بس يعني انا بقول لموليد السرطان اللي عايزين مثلا اللي عايز يبدأ شغل برا اه او يقدم في انترفيوه في الخارج نعم ممكن يبقى عندهم فرص في انهم يلاقوا دولي يروحوا بقى يشتغلوا يعني يعني اه يعني وقت حلو اللي عمل انترفيوهات مش وقت لصفر فصحة يعني لا صفر شغل شغل فممكن الحظ يحايفهم في ده اه لو عايزين يبدأوا انترفيوه ياخدوا بقى موعيد من اول اه سبع ثلاثة عظيم من سبع ثلاثة يعني ان شاء الله يكونوا موفقين كويس فيما يتعلق بقى بالصحة او بال اه وضع الصحي صحيا اه هقول لهم لغاية خمسة وعشرين ثلاثة اه اه برضو اه وجود المريخ في منزل الصحة السلبي بيخلي طاقتهم برضو قليلة ممكن يكونوا عرضة بسرعة انه هما يتعدوا ياخدوا عدوى او كافية يحاولوا يحافظوا اكتر على صحتهم اه اه يعني وحتى الغاية حداشر ستة كمان يعني احنا قلنا خمسة وعشرين اه تلاتة ده المريخ في منزل الصحة لكن كمان فيه في مواجهتهم بلوتو اه الغاية اه يعني اشوف انه هو برضو ممكن يخليهم اه المناعة اقل اه فيحاولوا بس يقووا مناعتهم اه اه ومع ذلك المشتري من اول سبعتاشر خمسة اه بيديهم اه حزوز هايلة بيه استقرار مالي وكده ومادي وكده اه طبعا يعني بالاجتهاد يعني اشوف انه الاجتهاد هيكون مهم جدا اه بالنسبة لكل الابراج يعني حتى لو احنا بنتكلم انه في حظ وانه كواكف في وضع داعم وكل ده لو احنا ما اكتهدناش اه الحظ هيروح بالتاعة بالتاعة